مساء الخير حملة مقاطعة البيض التي راجت تحت عنوان خليها تفقس تعممت على الدواجل السياسية وفقست في القن الحكومي على أوسع مستوياته تأليفا وتصريفا وخرج حسان دياب مكررا سياحة تأليف سريعا معتبرا أن الأمور تجاوزت حدود المنطق واضعا كرة تفعيل حكومة تصريف في مرمى مجلس النواب عدلوا الدستور لأفعل ما يعني أنه على استعداد للاستمرار رئيسا لكن من دون جرح المشاعر الدستورية وعلى كرتونة بيض سياسيا أخرى كان قصر بعبدة يستعد لجولة جديدة من تقديم أوراق الاعتماد إلى سفراء الدول ووضعها في أجواء التأليف المتعثر وقد أنشأ رئيس الجمهورية ميشيل عون منصة دولية عربية مهمتها التلاعب بالسعر الحكومي وإبراز حقائق مزيفة تحيط بها الأعمدة الأربعة الممنهجة ومنصة الرئيس التي يلف بها حول سفراء العالم والخمسة زائدا واحدا والجامعة العربية والملحق المرفق بتعبئة الاستمارة كان يمكن استبدالها بورقة التشكيلة النائمة في أدراج بعبدة إلى جانب تشكيلات قضائية ومراسيم وإبداء الملاحظات عليها وتقديم الاقتراحات بدلا من اعتبارها ورقة الملغات لكن عون لم يفعل واستعاد عن ذلك بنشر الغسيل السياسي أمام السفراء وباللعب في التأليف كورقة لوتو بين اثنين وخميس وهو بذلك لم يربح الجائزة بأرقامها الستة وظل الرقم السابع المعطل خارج دائرة المراهنة وباللعب على المكشوف كان السفير السعودي وليد البخاري يمرر إشارة إلى إعادة تغريدة من خبر لجريدة اللواء وتظهر أن البخاري زار عون بعدما ألحت الرئاسة ثلاث مرات متتالية وردا على التداول الدبلوماسي في بعبدة كان سفير المملكة يجتمع في مقر السفارة بسفراء السبق وزار القصر وبيت الوسط على حد سواء وأضاف إليهم السفيرة الأمريكية في لبنان دورتيشاي وفي الأيام ما بعد المئة على التكليف فإن الرئيس سعد الحريري استوحى من عيد البشار الصبر والسلوان ومرر إشارة إلى عظماء صمدوا أمام جميع أنواع التحديات هذا الصمود يستلزم مؤازرة سياسية جاءت في اتصال بين الرئيسين الحريري وبري فيما كان حزب الله يؤيد عبر كتلته النيابية حكومة تحظى بأوسع ثقة بها في المجلس النيابي لحماية سيادة لبنان وتوظيف العلاقات الدولية والاقليمية لكن الثقة الأوسع لم يطلبها الحريري لأنها ستفتح شهية السياسيين على المطالب ولقاء كل صوت النيابي حصة وزارية فتطير حكومة الاختصاصيين عن بكرة صانعها وفي الثقة المالية فإن مجلس النواب يبدأ الاثنين مزاد استعادة الأموال المنهوبة ويطرح مشوع قانون أعدته الليجان في هذا الشأن لكنه بات من سلالة متحورة اسمها استعادة الأموال المتأتية من الفساد وكشف رئيس لجلة المال والموازن النائب إبراهيم كنعان أن هذا المقترح يربط لبنان بأكثر من تسعين دولة بغية تعقب الأموال التي نهبت لكن على القضاء أن يتحر أولا وسأل كنعان عن القطبة المخفية بين القضاء والحكومات التي لا تحترم التشريعات والقوانين وقبل أن يتنفس لبنان في استعادة قرش منهوب كانت رئتاه تتنفس من أكسجان سوريا زيارة طارئة من وزير الصحة حمد حسن لدمشق أدخلت إلى المستشفيات اللبنانية خمسة وسبعين طن من الأكسجان التي أمر بضخها الرئيس السوري بشار الأسد خطوة مهما لا قد ضخ أنفاس سياسية تعارض لمجرد العداء لسوريا فإنها شكلت ضرورة لمرضى ومستشفيات كانت على آخر نفس